محافظة المحرق مؤكدين أن عتبهم على أهل قطر بسبب رضاهم وسكوتهم على تلك القناة وما وصلت إليه من إسفاف وتحريض دائم على بث الفتنة بين الشعوب مضيفا أن أهالي المحرق أكدوا أن قناة الجزيرة دابت منذ نشأتها على خلق حالة من الانقسام والعزلة بين أهالي قطر وكفة شعوب مجلس التعاون الخليجي مستهدفة كذلك ما يربط أهالي البحرين وخاصة أبناء المحرق من محبة ومعزة وصلة قرابة ودم مع إخوانهم في قطر مشددا على أن أهالي المحرق لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي إساءة لمملكة البحرين قيادة وشعبا وأشاد المحافظ بدور وأداء مديرية شرطة المحرق وتطبيقها للعديد من البرامج والتجارب الناجحة في مجال العمل الشرطي وارتباطه بالجانب الاجتماعي حيث باتت سياسة الشراكة المجتمعية التي تنتهجها وزارة الداخلية مرجعا علميا وأسلوبا حضاريا متقدما لفت أنظار العالم أجمع ونقل المحافظ استياء أهالي المحرق كافة من صمت أهاليهم في قطر على تجاوزات القناة المضللة والذين لم يجدوا في المحرق وأهلها إلا كل الترحاب والتقدير وحسن الضيافة في بيوتها وأسواقها وبين عوائلها مضيفا أن المحرق رحبت ومنذ قديم الزمن وحتى تاريخنا المعاصر بأهالي قطر المعروفين والذين فضلوا الاستقرار في المحرق والتي كانت ومنذ القدم فاتحة قلبها ومقاصاتها لكل أبناء الخليج العربي ولم تبخل عليهم حتى بلا آلئها التي هي في قاع البحر مشيرا إلى أن أهالي المحرق أكدوا رفضهم لأكاذيب قناة الجزيرة الأجيرة وطالبوا أهالي قطر برفض هذه القناة التي تسيء للعلاقات الوطيدة بين الشعبين الشقيقين واختتم محافظ المحرق تصريحه بالتأكيد على أن بيان أهالي المحرق أمانة يوصلها إلى العالم أجمع وإلى الشعب القطري الشقيق على وجه الخصوص ومفادها أن المحرق التي تشرفت بإطلاق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عليها لقب أم المدن والمدرسة الوطنية وقرة عين جلالته لن تقبل مطلقا بأي أكاذيبة شرها هذه القناة المضللة معبرا عن اعتزازه بشكر وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجلس الموقر اليوم لأهالي أم المدن لمحرق والتي سرت روحها الوثابة في الوطنية والنهضة إلى سائر مدن البحرين ومشيدا في الوقت ذاته برفض مجلس الوزراء لأي أعمال مسيئة بحق المواطنين ومؤكدا أن التجاوزات غير مقبولة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المواطنين كما أعرب محافظ المحرق عن خالص الشكر والتقدير للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية على جهود الوزارة وبسالة منتسبيها في حفظ الأمن والأمان